السلام عليكم ورحمة الله درسي اليوم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط عندي شرح قاعدة الاقتراح اللي هي suggestion unit 3 الاقتراح أدوات الاقتراح هي عندنا ثلاث أداة هي let's زائد فعل مجرد عندنا two we called we called هما تفعل مجرد الثلاثة why why don't why don't we هما تفعل مجرد وياها علامة استفهام زائد هنا أدوات الاقتراح وهنا جملة الاقتراح زائد خلنا أخذ مثال عليها يقول لك أولا take طبعا يجيو ياهن كلنا فعل مجرد بالجملة إذا بيها فعلة ينجي أو فعل ايدي أو غيرها رأسا أجرد take take a taxi to the airport ويقول لك اقتراح اقتراح لأي شي أي أداة إتا كيفك شنو الجواب إذا قيحدد أقول وإذا ما حدد عاني بكيفي أقول عانداخد let's 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 take to to the وشو ما سويت بس خليت let's our board جملة الثانية يقول لك I think fish انتبهو هنا ترى بها ينجي I think fish بين قوسيا suggestion وشنو هنا لازم يحدد suggestion use استخدم why don't why don't we تمام why don't we هذا هو محدد الجواب شاقول أقول why don't we eat هذي أجر دفش وخلي علامة استفهام يعني هي عدي بس why don't علامة استفهام شفوها شون شون صارت بس هي علامة استفهام زي هس اش راح ناخذ اذا جدت على شكل اختيارات اذا جدت على شكل اختيارات مثلا يقول لك let let play low 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 play low plays لا ما دام عدي لت اخلي فعل مجرد زي هاي اولا اثنين why don't why don't we go low going low goes لا عدي why don't اختار go فعل مجرد مثال الأخير let's low why don't let's why don't let's why don't we to the cinema اذا يا هي علامة استفهام ما دام عدي علامة استفهام شاختار why don't we هذا درسكم اليوم اشتركوا